السلام عليكم و أهلا وسهلا بكم و ألف ألف مرحبا بكم و ألف مرحبا على قناة سعاد دي في كنشكركم جزيلا شكر على حسن المتابعة كنشكر و كالرحب متتبعاتي الوفيات و كالرحب المتتبعات اللي كان ضموا القناة من جديد يوم ما شاء الله غادي نقدم لكم عاصر رائع جدا منعيش صحي بثلاثة ديال مكونات تمنى كل قلبي تتبعه معي وينا لإعجابكم فبسم الله على بركة الله كما كتشوفو وضعنا كسرونا و كنقطعو فيها التفاح ممكن توضعو أي إناء اللي تطيبو فيه بنسبة لتفاحات فاخديت ثلاثة ديال تفاحات متوسطات و غادي نحاول هكا ننقيهم خليهم بقشورهم فقط هكا نحيدو اللب لكي يكون الواسط و نقطعوهم بنسبة لها التفاح إن شاء الله غادي نسلقوه وباش ميكحليناش غادي نضيفو عليه عاصر ربح حامضة مش يمشكل و خات وضعو عليه حتى عاصر نصف حامضة بنسبة للحامض في العسائر كنوضع هذا حامض سيدخو كيكون مدقوه رائع منعيش سوين يعني إذا كان متوفر عندكم هذا سيدخو يكون أحسن في العسائر غادي نخلط عاصر الحامض مع التفاح غادي ناخد 400 ميلي لتر تقريبا نصف لتر ديال الماء يعني هي واحد جوش كؤوس هكاك غادي ندعم على التفاح ديالي غادي ننقص نخليهم يتسلقوه مدة هكاك واحد ستادي لتقايق غادي ندوزو باش نقطعو الحامض لأن إن شاء الله غادي يكون بنسبة للقشرة النصف ديال هاد الحامض غادي نحيدل القشرة والنصف غادي نخليه بالقشرة دياله بنسبة إذا بغيتو تخليوها كامل بالقشرة دياله ماشي مشكل فقط أنا غير باش هكا ما يجينيش الماداق ديال الحامض باين بزف إذا بغيتو يجيكم هكا العاصر ديال الحامض ماداقو مجهد مجهد بلا متنقصو من القشرة خليوها كاملة غادي نقطع الحامض ديالي قطع صغر باش غادي إن شاء الله يتحلين بكل سهولة بنسبة الحامض إذا كان عندكم في الفريقو أو لف المجمد ماشي مشكل غير جبته وستعمله كيجي أيضا زوين بزف من بعد ما كان قطع القطع ديال الحامض غادي نطحنهم مع شوية ديال الماء مزيان مزيان تفاح ديالي من بعد ما كتدوز عليها كيسبعة دقائق حتى العشرة دقائق كيسبح بهذا الشكل هذا غادي ناخد ثلاثة ديال الباناناس بالنسبة إما يكونوا طريين ولي يكونوا عندكم مجمدين بالنسبة أنا هادو عندي مجمدين غادي هكا نقطع هم بالنسبة لطريقة ديال تجمد ديال ديال هم عصر الحامض تضعو هكا فوحة الصينية وحدة وحدة تغطيوها بسولوفن حتى يقصح وتجمع بلاستيكا وكيبقى محافظ على اللون ديال بنان ديال يباقي سخون باش حتى دك تفاح هلك يتعقم النا وميكحلش وغادي نطحن هكا التفاح مع البانان مع العصر ديال الحامض هنطحل الكل بشكل جيد حتى ما يبقى فش الطريفات بيني غادي ناخد واحد المصفات وغادي نصفي ضروري العصر ديال دائما العصر ديال نصفي هون باش نحصل على واحد القوام اللي خاطر خالي من الشوائب وكيكون حتى المنظر ديال وانا كنصفي اذا شفت راسي في الحاجة انني ينضيف الماء غادي نضيف الماء لحسب القدر ديال كم واش بغيتوه يكون خاطر او بغيتوه يكون خفيف القياس اللي بغيتو انتم ماء والخطور هي اللي بغيتو انتم ماء غادي نستمر بنفس الطريقة كنصفي واذا شفت في الحاجة للماء نضيف بعض القطار هادا القوام اللي كنحصل عليه في العسر ديالي بنسبة الماء اللي صلقت فيه تفاح ولي ضفت تابا تقريبا هكا لتر اللاروك بنسبة العسر ديالنا ممكن تقدموه بلا سكر يعني مادا قرائع جدا ومنعش كما يمكن لكم تحلي وشي شوية بنسبة انا تقريبا نضيف جوج معالق وغادي نخلط بشكل جيد باش يدوب لي السكر ديالي وهذا القوام للعسر ديالي بنسبة لهذا العسر يعني مل احسن مل احسن يتقدم مباشرة من بعد ما نطحنوه نقدموه وخيكون عندكم تفاح مسلوق فالبانان وهاكك وعسر الحامض مضيفوه حتى تقدموه يعني تقدموه باش هكي كيكون طريق واللون ديالو كيكون زوين بنسبة اللون ديالو فكن حصل على لون أصفر غير هنا مع الأشعة عدية الشمس بن بحل أورنج او لبحل عسر البرتوقال اما هو لون أصفر كانت مننا قوامو يكون واضح لكم كانت منينا الإجابكم طالوا لفرسكم أستودعكم الله دمتم في رعاية الله